اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبة الكرام الأفاضل والفضليات مرحبا بكم في الحلقة التاسعة عشرة من هذه السلسلة التفسيرية تفسير الدر الممنوح من المجادلة إلى نوح سنتحدث في هذه الحلقة التاسعة عشرة عن بداية سورة التحريم سورة التحريم سورة المدنية فيها أمور تتعلق بالبيت وتتعلق بالحياة الزوجية وخصوصاً البيت النبوي الذي هو قدوة المؤمنين والمؤمنات إلى أن تقوم الساعة وما أحوجنا إلى معرفة السيرة النبوية ومعرفة المواقف التي كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نقتدي ونهتدي بهذا الجيل العظيم من رسولنا صلى الله عليه وسلم وزوجاته وصحابته الكرام رضوان الله على الجميع قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم هذه الآية ذكر في سبب نزولها قصتان كلاهما وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم والجامع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه أشياء تحل له ليرضي بعض أزواجه القصة الأولى ذكرت فيها قصة العسل جرة أو قلة من العسل أهديت لأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولما أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبته لاحظت أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدخول عند أم سلمة فقال بعضهن لبعض لعل الذي جعله يمكث عندها العسل فاتفقنا بينهن أن كل واحدة مر بها رسول الله تقول له أشم في فمك رائحة المغافير وهو عشب من أعشاب البادية كريه الرائحة فلما مرنا بصاصا بالزوجة الأولى ثم الثانية وقلنا له نفس الكلام قال لعل هذه المغافير من العسل الذي عند أم سلمة فقال حرمت على نفس العسل هذه القصة الأولى حرم على نفسه شيء أحله الله لمرضات أزواجه القصة الثانية أنه حرم على نفسه جاريته مارية القبطية كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كانت له زوجات حرائر ومجموعهن 11 زوجة وكانت له سراري وبالضبط سريتان والسرية هي ملك اليمين كانت مارية القبطية التي أهداها له ملك مصر وريحانة القرضية كلاهما كانت ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقسم لهؤلاء ملك اليمين كما يقسم للحرائر يعني المرأة الحرة يقسم لها نوبتها في الأيام والليالي لكن الملك اليمين لا يقسم لها فقد يطعها يعني متى شاء بدون أن يقسم لها ليلتها وكان أن حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم وطأ جاريته مارية القبطية في نوبة حفصة وفي بيتها فلما علمت بذلك غضبت غضبت حفصة وقالت يا رسول الله أفي بيتي وفي نوبتي فقال أكتمي عني هذا الأمر وسأحرمها أكتمي عني هذا الأمر لا تخبري به يعني غيرك من النسوة وسأحرمها فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسر إلى زوجته حفصة هذا الخبر ما لبتت أن طرقت على أمنا عائشة فأخبرتها بالخبر لم تستطع أن تكتم السر قال تعالى وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا قبلها قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك سواء العسل أو الزوجة أو ملك اليمين ابتغاء مرضات أزواجك أي تريد أن ترضي زوجتك وتحرم على نفسك شيئا أحله الله لك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم أي أنك يا محمد يمكنك أن تكفر عن يمينك وتأتي الذي حلفت وحرمته على نفسك وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا قالوا ذلك الخبر الذي أسر به إلى أمنا حفصة لكنها ما فتئت أو ما تأخرت فأخبرت بالخبر فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت ما ننبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير نبأني العليم الخبير ولما كان هذا الأمر بين زوجتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي تظاهرت على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلاماً ظاهره غير باطنه فإن الله سبحانه وتعالى خاطب الزوجتين الكريمتين أن يحسن أدبهما وخلقهما مع الحبيب عليه الصلاة والسلام فقال الله لهما إن تتوبى أي عائشة وحفصة رضي الله عنهما إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه أي تتعاون عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين أي إياكما يا زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتعاون وتتظاهر على أمر يضر النبي صلى الله عليه وسلم فإنكما إن تظاهرتم وتعاونتما عليه فإن الله تعالى سيعينه وإياكما أن تغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضب رسوله وهذا يذكرنا بقصة عمر حينما دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهن نصيحة أبوية أخوية لأن منهن بنته ومنهن يعني أخواته والمؤمنات ينصحهن أن لا يغضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكنا أن تغضبنا رسول الله فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله تعالى لهاتين الزوجتين الكريمتين ولأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا إياكنا أن تغضبنا رسول الله فيطلق كنا وإن طلق كنا فإن الله سيبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات طائعات تائبات عسى ربهن إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات يعني طائعات لله عز وجل فإن الله تعالى قادر على أن يبدل كن لنبيه أن يبدل نبيه بخير من كن مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا إذن هذه الموعظة لأمهات المؤمنين ألا يسارعن فيما يغضب رسوله صلى الله عليه وسلم بل عليهن أن يبادرن فيما يرضي الله وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا فعلت أمهات المؤمنين وإن حصلت منهن بعض الهفوات وبعض الأخطاء من الغيرة التي تكون بين النساء فإنهن سرعان ما يتبن ويستغفرن الله تعالى ويتصالحن مع رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك رفع الله درجاتهن في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق وفي الصبر على أزواجه وأن يجعل نساءنا على هدي هؤلاء الأمهات أمهات المؤمنين المباركات الطيبات فيقتدين بهن في دينهن وفي إيمانهن وفي طاعتهن سأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل آمين آمين والحمد لله رب العالمين تفسير الدر الممنوح من المجادلة إلى نوح موسيقى موسيقى